موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أرحبكم بحلقة جديدة من طبيبك معك ضعف السمع يعتبر من الأعراض أو الأمراض التي غالبا لا تحدث بشكل مفاجئ وإنما تمر بالعديد من مراحل الضعف واحدة من الحلول النهائية الحديثة لعلاج مسألة فقدان السمع هي عمليات زراعة القوقعة اللي اختارناها أن تكون محور حديثي معكم لهذا اليوم ورح يشاركني الحديث الدكتور عباس خضير حمد أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله نورتنا دكتور ياهلا ومرحبا بحضرتك ويانا الله يسلمك ياهلا بيك دكتور عمليات زراعة القوقعة هواي ناس ما تعرف عنها المعلومات الصحيحة بحيث أنه يأما ما يتوجهون بالطريق الصحيح أو بالوقت المناسب وبالتالي ما يحصلون النتائج المطلوبة ويجوز أنه همين واحدة من الأفكار اللي موجودة عد الناس بعدها أنه هذه العمليات غير متوفرة مثلا في بلدنا بحيث يعني بعدهم مثلا يتعاجزون من سألة السفار أو التكاليف المادية اللي يتطبع هذا الموضوع لكن احنا اليوم أريد نقول لهم أنه العمليات موجودة نسبة نجاحة كيف تجرى من المرشح إلها وكل التفاصيل إن شاء الله رح نتكلم عنها بالتفصيل اليوم للمشاهدين بداية دكتور أريد أعرف الناس كيف تحدث عمليات السماء اللي هي أحد الحواس الخمسة لرب العالمين أكيد رزقنا بيها أنا أريد أن نعرف كيف يتم السماء المفروف أن سأدنا في هذه الفكرة عن تشريح الأذن ومما تتكون هذا الأذن الأذن نتقسم لها تفاصل قسم الأول اللي هي الأذن الخارجية الأذن الخارجية اللي تكون من الأسعوان الأذن اللي كنا نعرفه هو القناة الخارجية اللي تقوم بتسميع تجميع الصوت وإدخالها إلى قناة الأذن الخارجية الموحة الثانية هي الأذن الوسطى الأذن الوسطى تكون من طبلة الأذن وعظائماات السمعة Lo大哥 الصوت الذي ينتقل إليها من الأذن الخارجية WuT в QI بالإذن الداخلي والإذن الداخلي يتكون من الأوقعة أو الحلزون مثل ما درست لكثرة بفلاك ومتور fout positive هالحلزون بها شعارات سمع ينتقل لها الصوت من الإذن الخارجية إلى الوسطى إلى الإذن الداخلي تتحول من موجات صوتية إلى موجات كهربائية وإشارات تنتقل عن طريق عصب السمع إلى الدماغ وبالتالي الدماغ سيفزن هذه الأصوات على أنه هي كلمات أو أصوات أخرى يعني تمر بثلاث مراحل إذن الخارجية والوسطى والداخلية عشد إيدك دكتور خلينا نرى هذه الصورة ويا المشاهدين صحيح أنه هناك قوقة مزروعة لكن أحدنا نحصل بالبداية على التشريح الذي ذكرت حضرتك أنه أكون عندي ثلاث أقسام عندي أذن خارجية اللي هي الصيوان وهذه قناة السمع وعندي الأذن الوسطى وعندي الأذن الداخلية أيضاً ذكرت لي أنه مسألة السمع أو أنه أنا شون أسمع هذه الأصوات اللي موجودة حولي مو فقط بالأذن لا شي مرتبط بين الأذن وبين الدماغ يعني كأنه همي أنا شون عملية الأبصار إحنا متكلمين عنها بمواضيع أخرى أنه الصورة تترجم بالدماغ فالأصوات أيضاً تترجم بالدماغ حتى أسمحها بهذا الشكل زين الخلل اللي يصير على مدآن إذا أفقد السمع من يصير عندي فقدان سمع يكون بياه جزء عندنا سمع فقدان سمع توصيدي وفقدان سمع حسي عصبي سمع نعم التوصيل مثل ما إحنا ذكرنا يعني توصيل الصوت إلى الأذن الداخلي هي هي المشكلة يا ما مشكلة بسوانة لذن يا ما بقناة يا ما بطبلة لذن يا ما تصلوا بالعظيمات أو تجمع سواء الخلف الطبلة يكون يمنع الحاكمة العظيمات هاي كنت ممكن سمع إنه فقدان سمع توصيدي نعم فقدان سمع حسي العصبي أكو مشكلة بالقوقعة الحلزون اللي يجا يشوفها نعم هذا الحلزون بيشعارات سمع اللي تهتز حسب الصوت اللي جاء عليها وترسل إشارات التقطها عصب السمع يتحسسها وينقضها بتمام هاي حنا مشكلتنا اليوم أذارت من تحدث عن زرافة قوقعة هي مشكلتنا نعم بالأذن الداخلي أوكي لكن بصورة عامة فقدان السمع ممكن يحدث إذا صار عندي يخلل بأي جزء من أجزاء لذن حتى ممكن إنه بالصيوان الخارجي طبعا أكيد أهمية الموضوع نسمح مشاهدين أن نشاركونا بمحور حلقتنا لهذا اليوم لكن عفوا نخرج فاصل وبعدين إن شاء الله نرجع نستقبل اتصالاتكم أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى وأحب إنه أرجع أنا وفيكم إنه تقدرون نشاركونا محور حلقتنا لهذا اليوم وطرح أسألتكم على دكتور عباس فيما يخص موضوع عمليات زراعة القوقعة عبر أقام نحتضر لكم أسفل الشاشة نعم دكتور اتكلمنا إنه كيف يحدث السمع وقلنا إنه عندي أجزاء بالأذن أي خلل بأي جزء بها ممكن إنه يؤدي إلى ضعف أو فقدان بالسمع أريد أعرف بصورة عامة شوال الأسباب اللي تؤدي إلى فقدان السمع الأسباب متعددة من عندها الأمراض اللي ممكن نتصير والتيابات الفيروسية إلى آخره ممكن أسباب يعني أدوية معينة نأخذها ممكن سبب النضع بالسمع نعم إضافة إلى العمليات الجراحية دي ممكن نتسبب أو الإصابات اللي حوادث اللي يصير نعم هذه الأسباب الشععة يعني فقدان السمع نعم أريد أنك الدكتور ويحضرتك عن الأسباب الولادية أو الخلقية اللي يجون الأطفال اللي مصابين بفقدان السمع نعم أكو عندي أسباب ممكن تكون مثل ما ذكرت حضرتك ممكن وراثة إنه يكون فقدان السمع وممكن أسباب تحدث أثناء الفترة الجنينية وممكن بعد الولادة الأسباب اللي تحدث خلال فترة الحمل مثلا إذا الأم نعرف أنه أكو أدوية أنه تسبب مثلا ممكن تشوهاتها خلقية من ضمنها ممكن تؤدي إلى فقدان السمع نعم أريد أوقف يمها لكن خلينا أخذ أول اتصال ألو ألو السلام عليكم سلام عليكم يا هلو مرحبا أستشعر دكتور عبار اسمعك الدكتور أتفضل عيني السلام عليكم السلام عليكم دكتور زحمة عندي يصير مشكلة عني بين فترة وفترين نعم يصير عندي شون الصوت مشكلة بالصوت ما كنت أتمعان نعم شون الوضع أو الوانين يعني طانين يصير عندك أخي العزيز طانين وشي سوما وشي طانين يعني مثلا شون الشوشة يصير على الصوت نعم يصير عندي في الساعة هج ساعة عرض تقريبا وتروح نعم نعم شون تحاليل حضرتك في حوصاتي ما أستمع أو فتشي منها القبيل نعم نعم انا سوى تخطيط العصب السمعي نعم 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 قبل ما نحن مشكلة الاخر العزيز الاتصال احنا نسميه تنتاس بالانجليزي تنتاس او مرات يقول تغير بالصوت الاخرية هاي مشاكل تنتاس تصير هاي اسباب منها اسباب يعني يعني من نفس المريض عده اسباب يعني مثل ضغط وسكر الاخرية ممكن مرات الصير فقد الفقرات العنقية بها مشكلة ممكن اكو مشكلة بداخل ابن الداخلية ايضا دستير ممكن العمل المات العمل بمكان باصوات المصانع وكذا كذا فترات طويلة العفو ممكن يسبب لهاي بعض الاختلال بالوظيفة الخلايا السمعية او فقدان جزء من عدها الى اخرين نعم وممكن يصير الادوية بعض الادوية اللي ناخذها ممكن تأثر علينا نعم فالاحسن انه الاخر العزيزي اذا يراجعنا او نسوي احنا يجيب الفحوصات والتحاليل اللي هو نسويها نعم حتى نقدر نخدمه بصورة احسن زين اكو مرات دكتور شخص يسمى النبض مع القلب مرات تصير ادنا هذي يعني شغلة طبيعي لهم انها اكوبة خلايا مرات تصير الانسامي حتى الصوت مانا ممكن نسمع او التنفس مواتنا ممكن نسمع صحيح اي مرات يصير بعض الاشخاص عدهم فتشغلة يعني سر توسع اكثر من اللازم بقناة وستاكي زين ممكن اصير عدهم او ممكن اكو اكو سوائل او بعض يعني يعني يصير مشكلة بطبلة الاذن او يعني معناها اي صوت مو طبيعي احنا نسمع ما انها اكو ورا مشكلة لازم يراجع لازم لازم اكون مشكلة الاحسن معطول في بداية المسألة نقدر ننصحها باشياء يسويها او ادوة ياخذها او في بعض الاحيان يعني ممكن نسوي فتداخل بسيط نقدر نحل المشكلة خصوصا ذات تأثر على نوعية حياتي طبعا عاشد دكتور يوان اتصال الو الو السلام عليكم عليكم السلام هلو مرحبا تفضلي دكتور ممكن احسوي دكتور طبعا اختي عزيزة دكتور عندي ابني عمره واحد وعشرين سنة واحد وعشرين نعم سوينا لهيش قبل شهرين ونوص او ثلاثة سوينا له عملية من الانف شون عنده السداد بالمجرب تنفسي زين وعنده مشاكل داقليهم بالانف وراها ورا العملية بحصت دكتور نفسي تتاني يقول عنده طبعا ما الاذنة مزروفات السينو زين هاي طبعا ما الاذنة كان عدة التيام مثلا من الاذن وكانت ذب افرازات قبل وما ما كان ايشي بس شو ورا العملية هي تصار الشون من نقام غتول للانف للهذي شقام يطلع من اذانه الغتول من نقص للانف مارسي ماشا اذا يقدر يجينا نفحصة يكون احسن حتى نكون على بينا من الحالة ما تبنيش احسن الله يعري دكتور بس العنوان موالدكم احنا موجود العنوان بالكنترول ورقم التليفون ايضا بالكنترول وان يعني داوم يصواحي في مستشفى اليارموك استشارية كل يوم ثبت بغدادي مستشفى اليارموك في بغدادي كل يوم ثبت ان شاء الله موجود وان شاء الله نقدمنا الخدمة ونصيحة المطلوبة ديان دكتور يعني بدون تحويل لو مباشرة نجي لا لا تجي مباشرة نجي اسمها بالكنترول ان شاء الله واننا حاضرين يجين يوم الثبت هذا بغدادي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دا يقدر يجي شكرا لاتصالش عزيزي شكرا لاتصالش وعشت ايدك دكتور اريد ارجع ويا حضرتك على الاسباب اللي ذكرناها دينا عوامل وراثية مضاعفات الحمل والولادة اللي قلت لك الادوية مسألة تناوم الادوية اكو ادوية ممكن تؤدي الى فقدان نعم الادوية الممكن الجماعة يسموها الامينوكلاكاسايد والادوية الاخرى ممكن من بعضها اكو ادوية اخرى ثانية ممكن لان اخذها في جرعات عالية وفترة اكثر من اللازم ممكن سببنا مشكلة في السمع نعم اوكي اريد يعني شون اعلق على هذا الموضوع هذا القراميسين كلامي موجه للسيدات هو نوع من الموضادات الحيوية اللي عادة المعروف احنا كنسائية يستخدموا علاج الالتهابات المجاري البولية او الالتهابات النسائية اللي ممكن انه ان تحدث خليكون بمعلومة انه هذا الدواء ممنوع ان يستخدم بالثلثة الاخيرة من الحمل يعني شهر السابع والثامن والتاسع من الحمل ممنوع تضربين قراميسين وحتى بالاشهر البداية ممنوع تضربين اكثر من اربع ابر احنا مرات نشوف جاية ضاربة المريضة ثمان ابر او عشر ابر قراميسين هناك ادوية اخر ايضا هماتين السبب من المشاكل خاصة بالفرسترامسترسم صحيح اذيش اللي تكون بداية الحمل بالضبط ستسبب لي تشوهات خلقية مثلا خليقول بالتكوين الخارجي لكن احنا نستطع نتكلم عن مشكلة داخلية يعني جين الطفل هو كل شي ما بي يعني ظاهريا ماكو اي تشوهة او اي خلل لكن هو فاقد يستمع لو نرجع نسأل يعني اكيد بعدين الدكتور بالضبط سنشوف انه هو الام ماخدها ماخدها مجموع من الادوية وذكرت اني بالذات ركزت على القراميسين انه هو كل الشائع الاستعمال مالته وسعره رخيص وممكن انه تصرف بوصفه طبية او بدون وصفه طبية فحتى اذا طبيب تشكتبت لتشيا فتناخشوها احنا دائما نريد تزيد يعني ثقافة المريض يوصل مرحلة يقوم هو يناقش الطبيب بالعلاج او الادوية انها مساعدة تسهم حياته وحياة عائلته بالضبط اي نعم احسن دكتور يانا اتصال الو عليكم السلام ورحمة الله اهلا ومرحبا عندي يعني طنين بالاذن نعم اربع سنوات يعني طنين مستمر ما انت قطع يعني ليل مع نهار نعم عندك ضغط او سكر اخي العزيز عمر اشقل لا ما عندي العمر اربعين ماشو في بعض الاحيان يكون هاية يعني في عمر الاربعين اصلا عندنا بعض الاختلال بالوظيفة الاخلايا السبعية تنتج عندنا هذا الطنينة والوشة يسبوه الناس نعم فعندنا عدة اشياء ممكن نسويها فذا يراجعنا المريض يكون احسن او نوقف على حالة بالفعل نعمل له تخطيط السمع ونعمل له فعصب واشر عبدالستار انت مراجع اخي الصايم فو اذن الحنجرة عمود هذا الطني لوم بعد تبركت شي بصيفه نعم نعم مراجع يقولون يعني ما الى علاج ما الى علاج ما الى علاج احنا فحصنا وسبنا تخطيطنا السمع وشبنا وظيفة العصب السمعي ونشوف حالتك الطبية العامة اذا تقدر تجيبه اخي العزيز ونشوفك في يوم من الايام نكون احسن احنا عدنا بالنسبة مسألة الطنين مو يعني يعني شغلة سهلة ما بتاخذ حبايا ويطيب لازم شوية نطول خلق ولازم ناخذ بعض الادوية او نشوف اذا عدك مشكلة صحية نحاول نحلها فتكون هاي استفادة من كل النواحي يعني حتى لن ننشي بجانب واحد ونعوف الجوانب الثانية المهمة خيارات لو نشوفك اي يوم يعجبك انت تتفضل لنا واحنا ما نقصر ان شاء الله ان شاء الله شكرا لاتصالك اخويا شكرا لاتصالك هوانا اتصال الو الو سامير السلام عليكم انقطاع الاتصال ويا سامير نعم اذا موجودة الصورة بعدها نكملها قلنا الامراض المعدية اللي اهم شيء التهاب السحاية دائما الاطفال اذا يصابون بي رح يجيني بعديين ممكن بعمى او ممكن يعني فقدان السمع فقدان السمع او شديد السمع هاي المشكلة احنا مشكلتنا الرئيسية بالسحاية اللي بعد بعد الاصابة بالسحاية يمكن يصير التكلس في القنوات الحلزونية الداخلية نعم خاصة ان يسموها البيزالتير يعني مكان الزرع مع القوقع عمالتنا نعم فهي مشكلة كبيرة يعني نحاول نحن نتلافوها قدر الامكان بالمراجعة مباشرة نعم وبالنسبة باقي الاسباب المكتسبة يصير عندي مثلا انسداد او الاصوات الصاخبة اللي آني مثلا يعمل مثلا بضوضاء يعني عالية او الاصابات او الالتهابات او تقدم العمر اللي يعتبر من اكثر الاسباب شيوعا انه الانسان كلما يكبره تبدي طائف حالة حال حاسة البصر وحاسة السمع ننصح بها الاهالينا الكرام انه مع تقدم العمر يسرع على نضعه السمع فلا تنحرج انه تسوي سماعة اذا نصحك الطبيب نعم نوعين نعاني بعض الناس خاصة ان كبار بالعمر ان ينحرج يقول ما رجل سوي سماعة بالمشكلة راح تتقدم عدة اكثر بالموية العمر راح تتقدم المشكلة اكثر فقدان السمع نصر اكثر يتوصل مرحلة بعد ما نقدر نسوي الاشي اها يعني من السر اكو مشكلة راجع واخذ العلاج اخذ النصيحة اخذ النصيحة اخذ العلاج نصيحة انه الطبيب والتخطيص سماعة نعم احسن دكتور سمير رجعوا يانا اتصال ألو السلام عليكم عليكم السلام ياهلو مرحبا دكتور عندي صفيري سير باذني نفسي شطانين ايه زين شعندك بعد حزيزي سوي التخطيط مع السمع مثلا عدك امراض مزمنة مثلا لا 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 فقرات عنقية مهنشكلة فقرات عنقية سكرة عندي فقرات عندي شيء بسيط ليس شيء خويس ماش هاي واحدة من الأسباب اللي قلنا عليها العمل السابق مالتا ممكن السبب نعم امراض اللي يصاد عدها اوك يعني هم اللي اتصلوا بنا على هالمسأله وكلهم عدهم أسباب لحصول أبطن شاععة جدا مفتشغلة يستغرب من عدها او يقول عدي فتشغلة مرضية وهذا أسهل لانه معناها اكو علاج بسيط انه ممكن من اشيال السبب حصل على نتيجة ورضي نصيحة انه لازم شوية نستمر على العلاج ونتابع ونطول الخلق يعني ليس من اول يوم ناخذ عبايا وعلاج بسيط صح دائما المريض يدور على العلاج السحري اللي لازم العول لليوم يعني مسألة تطني ممكن تطول بالعلاج فالمفتوض انه انت مضبوج وتتقبل العلاج الطويل عمود حتنا لازم يجي نفحصها متأكد من عدة وتخطيط السمعوية حتى نقدم للنصيحة المطلوبة ان شاء الله شكرا لاتصال لك أخويا وانا اتصال من ابو سيف السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم الدكتور شوارك 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 أهلا وسهلا أهلا وسهلا دكتور انا عاني من شغلتي عندي دوار عندي دوار وكل ما راجع يقولون عندك التهاب الأذن الوسطى زين فداما دوار يصير عندي وافقد السيطرة وافقد التوازن اثنيا قالون عصبي يضرب على حجاب على قلبه يعني ويضرب على تشد فيه وعلى ايدي الإسراء تخدر هذا مستمر عندي على طول الخاطشة أكلش أشرب هذا وضع 24 ساعة نعم 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 شكرا لاتصالت شكرا لاتصالت أخويا دعنا نأخذ أبو حسن أيضا ألو ألو أبو حسن تسمعني بدي أسمع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ياهلا بحضرتك تفضل الله يساعدكم رحم الله رضي يسالي بالنسبة لي يسالي بالأشرين اليوم راضي كل شيء يعني قصت الضغط ثاني قصت الضغط لا أعجل الضغط كيف لا أعجل الضغط لا أعجل الضغط لا أعجل الضغط لا أسمع به هذه الأشياء وهو كل عبوط نعجل من الضمان وقصت الضغط سوا أنت فقدان سماع فقدان سماع إن صاحب نعم ما لديك شيء وقفت الضغط على حكومة على الزرع صحيح هجي هو الهبوط بضغط أنا أستمد على أسمع عمدي أنا أصبحت لي أن يكوني علي عن طريق التفزيون الله شديد إن شاء الله شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك أخوية نعم دعنا نأخذ الاتصال الآخر ونجاوبهم ثلاثتهم ألو 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 السلام عليكم تفضل ألو السلام ورحمة الله يا هلا بحضرتك ما هو سؤالك أخوية ممكن أحاول الدكتور طبعا يكي لي اسمعك الدكتور والله العزيز الدكتور بلازح ما لكان ابني اليسرى نعم بين فترة وفترة أصدر بين انتهابات يعني كل سنة مرة مرتين نعم أي صالفة أزيد من عشر سنوات نعم ويعني تتذى ابني وأظلها صخي والجاة جاءت يعني جاءت عيني نعم وغراس يصير بها العالم نعم عيني يعني التهاب متكرر ومزمن بالأذن تمام أوكي بعد عندك استثار ثاني ولو هذا هو هي ضعف قليل يعني أسمع بها بس يعني عنده ضعف تمام إن شاء الله أسمع الجواب إن شاء الله من دكتور عباس شكرا لاتصالك أوكي دكتور خلي نجواب أسرع الاتصالات بالنسبة للأحج اللي قال انتهاب أذن الوسطى نعم الدوار هي الإذن الداخلية وليست الوسطى الإذن الوسطى مسؤولة بس على نقل السمع بها بس عظيمات السمع تنقل السمع بس هذه موظيفته الإذن الداخلية هي المسؤولة بها نعم بها القوقع المسؤولة على السمع وبها القنوات الهلالية أحنا ما أكزنا عنها القنوات الهلالية هي المسؤولة على التوازن زين فالحج مرات يتقدم العمر السري عندنا خلل بالشعيرات المسؤولة على التوازن نعم وهذه مسألة عابرة إن شاء الله يعني مو شغلة مرضية ولا شغلة يعني صعبة الحل أحنا عندنا الحج كان عندها مشاكل صحية أخرى فهذه المشاكل الصحية ممكن إذا صلحناها وراح نستفاد من هذه المسألة أوكي وهذه الأذنة الداخلية والمشاكل اللي عنده اللي هذا ممكن نأخذ علاج عليها لفترة معينة وتنتهي مشكلته إذا يحب يراجعنا يكون أحسن حتى نقدم الخدمة الأحسن تمام أوكي يعني لازم أنه يراجع حتى يلقى حل ومسألة التهج والقلون أكيد لازم نشوف تخصص ثاني غير تخصص الدكتور أوكي بالنسبة لأبو حسن اللي دي تصر عنده صداع نتيجة هبوط الضغط طبعا يسوي صداع ويسوي عندنا دوار بعد هذا كله معروف صار عنده شديد مفروغ يراجعنا بأقرب فرصة نعم مراتي فقدان السمع يصير ياما صدن يسموه صدن دفنس ياما التياف فيروسي وقسم من عدة أديوباتك يسموه ما إلا سبب أوكي زين هست إجابة لي السؤال أنه فقدان السمع المفاجئ يعني يخوفنا له التدريجي تدريجي أسهل التدريجي أسهل المفاجئ ممكن مصيبة ورا يعني إحنا مرات نفكر دائما بالأشياء الصعبة المخيفة ممكن مثلا لا سبح الله ورم مثلا الورم هم يسوي تدريجي بس لهذا ممكن التهاب فيروسي ممكن ضربه ممكن إديوباتك يسموه هذا إذا نلحق إحنا نسوي يعني نطيع علاج مناسب إليه نعم ممكن يرجع بسرعة أوكي زين وبالنسبة للأخ اللي عنده التهاب وزن متكرر التهاب متكرر بالإذن الإسهل يعني أكو ثقب في طابلة الأذن نعم وده يدخل إحنا ندخل التهاب إلهم من خلال هذا الثقب في طابلة الأذن فداما نسموه نسمو كورونك صبيرة فوتها تسميديا يعني سابه نوز منها دصيد عدة ودصيدة متكررة أحسن نراجع نسوي لها مفرص ونسوي لها تخطيط مع السمع نعم المفرص سيفيدنا أن نشوف درجة الإلتهاب وين واصل مرات العظم كليته مرات صار زواد لحمية مرات صارد الاتهاب الاذن كليته ومرا حتى نخر في عظام السمع يعني معناها احنا داما نقول انه مو اي التهاب اعتبره هي شفتي عادي مثلا احنا متعودين الاتهابات مثلا المجاري البوليه تتكرر باستمرار مثلا واحد بالسانه اكثر من مره لكن السيد دكتور قال انه التهاب الاذن المتكرر وخاصة على مدى سنوات طويلة ويترجع لكل مره ترجع له وده يأخذ علاج لازم نوقف يمه احتمال واصل لمكانات اخرى مو بس بالاذن مثل ما ذكر السيد دكتور حتى الغبام هي قاعدة دماغ تعتبر قاعدة جنجوه نعم فهي التهاب بها خاصة ان اصار في عظم المسفد اللي خلف الاذن هذا صعب يتعالج بها صح وممكن يعني يأثر لي حتى على الدماغ وظل ينتشر نوع من حال كوليستياته وتنخر ممكن توصل للسحة اوكي احسن دكتور احسن ان يراجعنا في قبل وقت هسا احنا رج ندخل بصلب موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي بصراحة يعني اتمنى هوا يكونوا متصلين يسألون عليه خصوصا ان يعدهم اطفال يعانون من فقدان سمع عمليات زراعة القوقعة من العمليات الحديثة جدا اللي كانت سابقة ما موجودة في بلدنا حاليا موجودة او شي وين احنا في المركز زراعة القوقعة مدية الطب ومستشفى يرموك وحاليا في سنة الفين اثنين وعشرين صارت في مستشفى البصرة اوكي في البصرة العمليات بالمجان العمليات على حساب الدولة وتكون تحت التخدير عام والمريض يفضل احنا في حسب تعليمات وزارة الصحة يعني وعادة نحن نشتغل من سنة الى ست سنوات زين هو يساعد اسألك من المرشحين من الاطفال من سنة حتى يكون النمو والعظم العصاب والوجه يكون تقريبا كامل النمو فان نقدر نشتغل في هذا المكان من سنة الى ست سنوات ها نحصل احسن نتيجة به نعم لانه تطور الكلام مال الانسان والتعلمات يأور خمس ست سنوات يعني معناها دكتور اذا عبرت السنوات ما راح تفيد العملية لو نسبة استفادة تكون اقل راح تفيدة مو ما راح تفيدة بس تكون احسن استفادة هي جوة ست سنوات ومن السنة الى ست سنوات احنا احنا قلنا اخو توصيلي واخو خلل بالعصب يعني ياهو اللي يستفاد من زراعة القوقة احنا عدن الفقدان السمع يكون ما يرضي يسمون و متوسط وهو مودرية والثيفير و برافامة تحنا اللي يستفاد من زراعة القوقة هو شديد lighter وهو سفير و برافامات اللي يكون ما استفاد من المعينات السمعية رغم أن يستعملها شهر وشهرين وأكثر من عدها وما استفاد من هذه المعنى السرين عادةً إحنا مرضانا مرضانا يكون الأطفال اللي فقدين نسمع من الولادة فهذا الفقدان نسمع من الولادة واللي خمس سنوات أو ست سنوات نقول الجو هو هذا المرشح الأكثر اللي يكون نستفاد من هذه العملية نعم يعني معناها أنه كل ما كانت الحالة شديدة هو رح يستفاد أكثر من الحالة هذه طبعاً المعنى السمعية ما فادت في هذه المرحلة نعم فحنا عدنا شديد وشديد جداً لفيدها الوحيدة هي زرعة القاوعة نعم تكون يعني أنه على شدة الفقدان السمع احنا أكيد قياسات خاصة أنه نقيس بها شدة فقدان السمع هذا يحدثها أكيد يعني حضرتكم نعم نحنا نتعاون مع الطبيب السمع والتخاطب ندزل إلى المريض يحدد أنه سوى تخطيص سمع معين نعم نعرف شدة الفقدان السمع هذه الصورة نعم التي ظاهرة أمام المشاهدين إليدة تبيني هذه درجة فقدان بالأرقام 26 إلى 40 هي هذا بالنسبة البسيط هذه الفقدان هذه الأرقام الفقدان هذه الفقدان وهذه وحدة قياس شدة السمع نعم نعرف البسيط والمتوسط هذا ممكن نحلها بالمعينات السمعية أو ممكن في عملية معينة من العمليات نقدر نستفاد منها من هذه المسألة بس الشديد منتوسط الشديد وشديد جدد هاي نحن ما نقدر نستفاد منها إلا عملية زراعة القوقع وبالنسبة للعندة من الحالة الشديدة رح يستفاد مية بالمية من زراعة القوقع إن شاء الله يستفاد هذا تقريبا حل الوحيد إليه ما عندنا حل ثاني بس واحدة يعني معناه الآن الحمد الله نسبة نجاح العملية خلق نقول مية بالمية إن شاء الله مية بالمية ماكو مريض أو ماكو طفل يدخل لها إذا ما يحصل نتيجة كلهم استفادوا هذا الشيء يعني كل شيء حلو كل شيء مفيد وزيل إحنا قلنا دكتور يعني العصب إذا العصب الثمعي عندي مضروب هاي فكرة واحدة من الأفكار الخطأ اللي موجودة عند الناس اللي إحنا مايراجعون دائمًا بالمكان الصح يكتفون من المراجع أيام الطبيب مثلاً السمع والتخاضر وهذه واحدة من المشاكل وهو راح مثلاً يقول للجاه المتصر لشارة والأهل سيقعدون يسكتونه والسنوات دا تمشي والطفل دايف قد كوموا مهارات مو بس يعني من عدف وقدار إحنا نعاني من مسألة أنه يجينا للأطفال في أغلب الأحيان في أمر متأخر نعم يعني أنا واحدة من المحافظات نفس العائلة عندهم ابني 24 سنة وعيدهم 20 سنة وعيدهم 10 سنة فقال لو راجعنا أو الأهالي قالوا لهم يا مدفيدة وأبعدوا أسكتوا سووا سماعة إلى آخر في حين لو راجع من عمر الصغير كان الوضع أحسن كان ممكن نتلاحقهم يجوز مثلاً اللي تقولي مثلاً عمر 20 أو 24 سنة من كان يعني مثلاً عمر سنة أو سنتية مثلاً عمليات مكانت موجودة في بلدنا بباك الوقت يعني نحن دخلت العمليات موجودة الحمليات كانت تقيمها في دول الجوار أو في الهند الوزارة مشكورة ولطباء العراقيين الكافوين نقلها وهذه التقنية وهذه العمليات هنا داخل بلد فقمنا نسوي العمليات داخل بلد والمسألة المهمة لبعض العمليات هي المتابعة والبرمجة وتدريب النطق إلى آخر قمنا نسويها كل هنا داخل عراق ونحصل نحصل نحصل نتيجة حالنا حال مراكز متقدمة دول العرب ما زوجنا خarfتال فطبدا نقوم بصورون فطبدا له المتابعة observed ỡ عملية المتابعة احنا في عمليات زراعة القوقعات يعني كلش مهمة على درجة مهمة احنا مو بس نسوي عملية انتهت القصة وصار هذا قام يسمعها مثل ما تجيبين للطفل فدقالة او فد لعبة هو ما يعرف ما يعرف استعملها لازم نجيب الهي ونعلمه شواني استعملها اللي هي بالبرمجة والتدريب زيت هسه الاهمية هذا النقطة كلش اريد اوقاف يمهن جبنا الطفل دخلنا سوينا لفحوصات شفنا انه مستحق العملية دخلنا على السرة بالمناسبة يطول هذا السرة والله السرة حسب توفر الاجهزة اذا توفرت الاجهزة القوقع او الوزارة مشكورة يعني داما تجيبها يعني في اسرع وقت يعني من يتأخر سنوات نعم الجهاز تكون منه جزئين الجزء الداخلي اللي نزرعه خلال العملية والجزء خارجي اللي يستلمه بعد شهر واحدة وشينا ولا شهر المريضة من المستشفى نفسها وحتى نبدأ البرمجة الجزء الداخلي هذا اللي نقوم بزراعته انتو يدخل الاليكترود مثل ما نشوف دخل الاليكترود اذا اكو مؤشرين اشرع ودخل الاليكترود بالاذن الله هاي المشاوية الحلزونة بالمناسبة الحلزونة فارتين ونص يعني يدخل الاليكترود هاي وده نشوف دان النقاط الزركي هي الاكتف اللي هي يعني شو نقول اللي تقل ذبذوات اللي من الجهاز الخارج هاي بالنسبة نسد العملية بأعداد طبقات ونضمد المريض ويتابع هذا الجهاز يبقى ظاهري هذا الجهاز الظاهري عدنا جهازي انصار اذا نشوف الفوق انه هذا الموجود المتوفر بالسوق الجهاز الثاني ما بي هاي الخلف الاذن ولا نشوف يعني الاقطاع كأنه الواير لس اعتبر هذا الجهاز احدث الثاني بالصورة الاسفل احدث مجرد بس اللاقطة هنا وتنتهي قصة احنا لي موجود مستشفياتنا هاي الفوق الاولي نسبة الكفاءة او العمل او السمح نعتم نفس الشي بس تبقى تفضيل المريض يعني المريض هذا اسهل له بالنسبة لصغار بالعمراني من فضل هذا لاني ممكن يفقد او يوقع من عنده وكذا كذا الكفار بالعمر واعين بالنسبة لاطفال ذاك ونخلي مسابتات اخرى لا هار دار مدار السيوان عملي وقع المريض يفقد اوكي تمام هذه العملية تجرها للسايدين للأدنه اليمنى لوليسا احنا بالنسبة انه خال الدول يعني اللي من قول كل شي متقدم نجري من جهة واحدة هو الاحسن سوي جهتين اذا سوان الجهتين رح يكون السمع احسن واضافة الى تحديد تجاه الصوت جاي منها الجهة او منها الجهة اوكي يقدر انه هذي سطورة ايضا 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 ايض المخاز الداخلي نشوف انه الكويل هو اللي فوق وهذا البروسيسر احنا رح نحفر له في تحفر بسيط في الجوم جماعي يعني كون بس على المد يقعد مكانه لا يتحرك وامتد هذا القطب يدخل من الدن الوسطى شو بيه من العظام السمع يدخل من الدن الوسطى ويفتر يدخل بالقوقعة ويفتر ويها طبعا احنا تنحشي تفاصل العملية مشاهدينا على مود انه ما تتخوفون من عدها لانه هو اكو هواي ناس عملية وشمون ويتصور الى داخل ومع الاسف يتأخرون يا الله صحيح سيحيل هو لو كل ما يراجع يعني اسرع ويسويها بوقت مبكر اكثر حتى نحصل لانه تدريب اكثر ونطق احسن يصير ويسمع احسن اوكي هذه هي ايضا اجزاء الجهاز ردنا نذكرها بالتفصيل حتى يشوفوها شركة ايدي المهم هي هذا الجهاز هذا البروسيسر قنانة وهذا الكويل هذا الدائري هو اللي راح تنزرع بالداخل عافية هذا كل اللي راح تنزرع تحت الجلد ذاكي الجزء الخارجي اللي راح ينستلم المريض بعد 21 يوم الى شهر بعد 21 يوم احنا ذا تفاصيل عملية بعد ما كمنا العملية وغلقنا وهذا يطلع الميل الثاني يوم ونفرض يبات عنه المراقبة يطلع ثاني يوم نبدي تبديل ضماد يوميا او بين يوم ويوم بعد السبوع الى عشرة يوم نرفع الخيوط مال عملية وبعد 21 يوم يراجعا ويستلم الجهاز الخارجي اوكي نكون ضمن العملية شفت تماما واللي هنا احنا بالنسبة كجراحين هم وهذا مواجبنا زين تبقى واجب مهندسي الشركة والمبرمجين وتدريب النقطة هسا تحولنا الى مرحلة لخة نوقفين اكيد مهمة كلش مهمية العملية لكن دعنا نأخذ موسى قالوا السلام عليكم عليكم السلام أحمد الله يا هلا دكتور بالأمر علي تشغيه مجال سؤال اكيد طبعا يسمعك الدكتور رحمة على ودية تحدي طانين بإذاني بيسرع ولي المثينات نعم انت ظاهر ما تشاهدنا من البداية موسى لانه هو متصل يستقلوا على هذا الموضوع هذا بس اوكي اجابك الدكتور احنا اخي العزيز بالنسبة للطانين هذا يصير بمشاكل صحية مرات ترافقا يعني ضغط سكر الى اخره وفقارات عنقية الى اخره واي اسباب او مجال عملك مجال صناعتك وبعض الادوية اللي انت تاخذها فاذا تقدر اذا تقدر تراجعنا انت تراجعنا على ونقدم لك النصيحة ويوجود نعمل لك في التخطيط ما سمع يكون احسن احنا موجودين ان شاء الله مستشفى ليرموك باشر بالاستشارية دكتور هنسران انا سويت عملية بالبداية لإذن اليسرى لتدديل عظم الركابي بدلوه لعظم الركابي نعم يصير ايه بدلوه لعظم الركابي رجال السمع الحمدلله نعم وعدين وخير من الله الامور بس ارسالي هم يرادل لتدديل عظم الركابي بس شوية الامكانية ضعيفة ويرادل يروحها للهند هنانا بالعراق ماكو عملية احنا موجودة ياخي العزيز ليش تروح للهند احنا نسوينا هواية عمليات بالمستشفى ليرموك نعم عظم الركابي لرجعنا احنا حاضرين ان شاء الله ما نقصر راجع مستشفى ليرموك انا السبت موجود استشارية الدكتور يوم السبت السبت باجر موجود ان شاء الله استشارية للمستشفى ليرموك احنا داما نعم نعم إذا تراجعنا أول شيء راجعت للعيادة وبعد المستشفى لا تعالي المستشفى يا خيال عزيزي أنا باشر موجود الصبح من الدوام الصباحي يعني كل تاني موجود إن شاء الله نعم نحن دائما نقول أنه أنتوا لازم تسألون إنه العملية ما موجودة تماما بالبلد يلا ذاك الوقت أفكر أنه أجلي فارجها الحمد لله وشكرا تقريبا كل عمليات نقدر نسوي هنا بالعراق ما عندنا شيء بعد آره الحمد لله تمام شكرا لاتصال بالكونترول موجود الرقم والعنوان كامل أرجع أسأل الشباب إن شاء الله يقوم بتحصيل كامل أنا حاضر رحمة تليفون موجود رحمة الله على وقت تدلع لحنا يا هلا بحضرتك نعم شكرا لاتصالك حسنا قلنا مشات الواحد وعشرين يوم بسلام الطفل الحمد لله نبدأ المرحلة الثانية بهاي الواحد وعشرين يوم هو بعده ما يسمع لأن بعد الجهاز ما محتوى بعد الجهاز الخارجي اتحول قلت لي على المهندسين وفرق المتابعة نحن بالنسبة لنا يراجعنا المستشفى نطيج جهاز الخارجي نعم ونبدأ مهن نكتب له يعني رسالة أو يكون المهندس في أغلب الأحيان موجود داخل المستشفى تبدل تعليمات والبرمجة الأولى switch on first switch on نسموه البرمجة الأولى وتشغيل الجهاز لأول مرة يبدأ بالاستلام الجهاز وذهابه إلى مهندسي الشركة وبعد هالمهندسين عدهم جدول مع المتابعات ومالمراجعات وتعليمات خاصة نحن مهندسي الشركة والمبرمج لنصف الشغل وبالبيت الأم أو الأب والمتابعين اللي بالبيت لهم نصف الشغل الثاني أهو يعني هستأكو أب لازم على العائلة لازم على العائلة لإنجاح العملية كل ما يكونون حريصين ومتابعين ويقومون بالعملية تدريب الطفل على النطق نعم يكون أحسن يكون النتاج بعد أحسن وأحسن نعم نحن في بعض الأحيان ناس تتصور أن مجرد سوى العملية انتهت القصة نعم لا ما يصير لازم بعد البرمجة مهمة مثل أهمية العملية نعم زين المتابعات دائما نشوف مثلا مدارس خاصة نعم يعلموهم نطق يعني هذا تفيد نعم 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 مرحباً دكتور. دكتور، أنا سويت عملية من الأنف مالتي، الجيوب والحراف، بالألفين ثلاثة عشر. نعم. نعم. نعم، أسمعك. انقطع الاتصال ويا الأخ. زين، أكيد مع أنها جوصة وياه مضاعفات، أو مثلاً مطلوبش استفادة من الحالي. أوكي، دكتور، الطفل اللي يمسوي عملية زراعة قوقعة، يقدر أنه يدخل مدرسة مثلاً عادي؟ نعم، بعد كموال العمليات البرمجة والتدريب النطوق الأخر، نحن هواية فيديوهات الزون الأهالي، أنه وبينهم آخر واحدة كانت عسل الذكرة، إذا تسمعنا أساً من الموصل، دخلت مدرسة وكتبها وهي وجنطتها وكذا، فالشيء كان مفرح جداً، نتحول هذا الطفل من ما يسمعه، يعني صعبة أموره، إلى طفل عادي تقريباً حال حال أقرامه. نعم، أحسن، دكتور، ويانا اتصال، ألو؟ حالو، السلام عليكم، عليكم، السلام ورحمة الله، تفضل؟ دكتور، أنا ممتاز من كربلة، أهلاً، سألتك، تفضل؟ دكتور، أنا قصدي موما الموبايل، يمكن أن تثبت أنت موجود بالمستشفى؟ إن شاء الله، أنا موجود، يستبت أن تصبح مستشفى ليرموك استشارية، بالاستشارية، ملافو دخلتك، ثلاث سنوات، يعني طانين بإذن اليسرى، تجدت معك، الجوابات سماعك، نعم، ومشكلت ميرو، يعني ما أخلي الدكتور صار ثلاث سنوات أخذ علاج ميرو، حبل ميرو، أخي العزيزة، مسوي التفحوصات، ما سمع، أو فاشي، مسوي جيبه وياك، حتى نفحصك، أخي العزيزة، إذا تقدر تجينا باشر، أنا موجود إن شاء الله، السبت الجاي إن شاء الله، سبت الجاي، لا يوجد مشكلة، أنا كل سبت موجود، إن شاء الله الصباح، دكتور عباس، دكتور عباس خبير، عباس خبير، نعم، آه، آه، ممنون، دكتور، شكرا لتصالك، شكرا لتصالك ياهلا ومرحبا، نعم دكتور، شغلة قلنا المتابعة، كيف يمكن تطول هذه الفترة؟ الحد ما أقول هذا الطفل خلص بعد، يروحي، إيش حياته طبيعي؟ نحن ينصحون من سنة إلى سنتين، وأكثر المراكز يكون سنتين، يعني يكون كل شيء كافي، نعم، نحن تبدأ مثل ما قلت، نحن تبدأ 21 يوم إلى 30 يوم، تبدأ البرمجة والبرمجات واحدة واثنين وثلاثة وأربعة إلى آخرين، نعم، بنصائح من المهندسين والشركة المسؤولين على البرمجة، ونصائح للأهل شن يساووا وشن لي ما يساووا، طريقة الكلام مهمة، طريقة الكلام هي الطفل، خاصة الأم، لازم تعلي صوتها مثلاً، أو الآخرين، لديهم تعليمات خاصة، حتى طريقة إيصال الكلام للطفل، هذه كل شيء مهمة، ما نساوه؟ ندربه على هذا الشيء، ما ندربه؟ ندربه على النطق حتى ينطق الكلام بصورة صحية، يعني كأنه أنا عامل هذا الطفل حتى له عمره أربع سنوات، أو خمس سنوات عاملك أنه عمره أربعة شهر، لا يوجد أيضاً، تقريباً صفر، نحن نعلم خطوة خطوة، باي باي، باي، يعني إنه يراد أكو صبر، وتواصل والتزام شديد على متنجاح العملية، تمام، أحسن دكتور، ويانا اتصال؟ ألو؟ عليكم السلام ورحمة الله، لألو سنة سجاد، تفضل؟ بلجح مردى حتى الدكتور، تفضل عيني السجاد، الدكتور يعني براس السنة ضربت ألعاب نارية، سلامتك، نعم، الله يسلم، ويعني رحت الدكتور راجعتك بالطبلمات تكن جرفة، مزيد، لهاي براس السنة ما صار شهر؟ عشان؟ صار شهر تقريباً أقل من شهر؟ إن شهر تقريباً، معاش، معاش، قل لي هي شهر وتلتين، ورجعت لي شوية الوضع، يسد دكتور تعبونا هو سوري، أي، قل لي لازم عملية وطول، ست شهر يمكن معنا شيء، نعم، لا أخي العزيز، عملية ترقيع، ما يخال، نعم، احنا، ما يخالف تستسرع، ما يخالف تستسرع، علينا رأسنا، احنا عادة نترك، يعني هاي مسألة الثقب من شهر إلى ثلتة شهر، نعم، ما للطابلة، وتعتبر حسب الحجم، مرات إذا ثقب بسيط، ممكن إلتين الوحدة، ممكن إذا ثقب كبير، يعني تبقى عدة هذه مشكلة، احنا أهمية، شنو نحافظ عليها، من المي والإلتهاب، خلال هذه الفترة، إذا صار بها إلتهاب، صعبة تلتين مرة ثانية، فإنت بس حافظ عليها هذه الفترة، هاي، هذه الثلتة شهر الجاية، وإذا ما صارت عندك الالتيام بالطابلة، تقدر تراجعنا، نحن نقصر إن شاء الله، تمام، يعني أهم شيء، الفترة اللي بالبداية، اي، إضافة إلى، يعني لازم مسألة الأنف، يعني ما عدا نسداد بالأنف، ما عدا الإلتهابات، كذا كذا، يكون هذا المسألة، أن تساعدنا بالموضوع، يعني، إن قطن واحدة ممكن يعبر الميل، تمام، ونحافظ عليها، أن التيار هي هذا الشيء الرئيسي، اللي تقدر تسوي أنت، ومراقلة، شكرا لاتصالك، طبعاً، اتصال الأخ يعني، خليني أنه أرتقول على فتشي كلش مهم، احنا، احنا دائماً، ما أحد ما يحب يفرح أكيد، والمناسبات المفرحة، كنا أكيد نكيف عليها، لكن، مسألة الألعاب النارية، واستخدامهم، دائماً، نرى حوادث حرق، أو مثلاً، الأخصر، حتى تقبل، وشغلة الإطلاقات النارية، التي لا يوجد أحد لا رجل دين، ولا وسائل التواصل الاجتماعي، ولا إعلام، دائماً، ننوح عليها، ونقولك، تعدوا عنها، حتى لا تتحول فرحتنا إلى كارثة بعدها، لأن ياما وياما، وراء أبسط شيء، مثلاً، لعبات الطوبة، فوز المنتخب، يأتي وراها المستشفى تنتز، دائماً، لأن أطفال دائماً، ننسى أن نسى أن نفقد أن أظن بدون شيء، نتيجة فرح بالطريقة الخاطئة، ويا نتصال، ألو، عليكم، عليكم، السلام عليك، أهلا، وش راتفظة لي؟ شة دكتورة؟ أهلاً، وسهلا، ماذا فضلتش، ماذا فضلت؟ نعم، فضلت، دكتورة، ماذا فقط، كلها اللو بيجاً؟ أهلاً، دكتورة، زوجي لدي فيك ثكر، نعم وفقد السمع شقة صالة فقد السمع سيدة تقريبا تقريبا سنة وهم ضربته كورونا دكتور وحالة النفسية كل اشتاغانة يعني يعني اذا انا اثنيناتهم لو واحدة من عندهم واحدة والثانية جاي تغرب يعني وش قد عمره يعني امره تقريبا ستة وخمسين ما يخالب ستة داي راجعنا ممكن ننقال لفد نشوف حالته شنو وينما يجي احنا حاضرين ستة وينما يجي احنا حاضرين وحنا حاضرين موجود بالcontrol ستة موجود بالcontrol شك نتجينة الشباب هسا رح يطوطش ركم التلفون وتفاصيل المكان وأي شئ اذا نسوي التحاليل او فحصات خلي يجيبهو اياه ان شاء الله دكتور ان شاء الله من قصر اي باردها دكتور اي باردها دكتور لا 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 عفل عفل ستة انا خادم لكم دلل ان شاء الله من قصر شكرا الاتصال قلبي ويانا اتصال من المعالي ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام هلو مرحبا عزيزتي تفضلي عفو دكتورة عندي بنتي أمرها 15 سنة من هي طفلة عدها تجرمع ما شمع زين تسمع زين نعم تسمع ينسدن ينسدن وأنا الضفن يرجع المنطقة ينسدن وكذلك من هي صغيرة لحد ما يخل ما عندي يفتشي من على التجمع هذا السمع ويسداني عندها وحدة ثانية مزدودة خلنا في حصة لا نقدر أو أقرأ طيبة نفوذ نحن نجرع لا شيء في حصة في بعض الأحيان أكو حالات مرضية يصير موت تجمع الشمع تقريبا تكلس بهذه المرات نحتاج عملية يعني الله ننظفها فإحنا أغلب الحالات التي تجينا تجينا تجمع الشمع ونطيف قطرات مذيبة لهذا الشمع وننظفها وما بي مشكلة إن شاء الله شوك ما يعجبها تجي احنا ننظفه اليوم ونقوم باللازم لا أفو دكتور جاي نظفه ترجع مرة ثانية لا ستمو أكو بعض الحالات احنا من ننظف إذان أكثر من اللازم أو اللح بالتنظيف مالتها أو في بعض الناس عنا نحكيها بالعام عدا سويتي ما السيارة ويحكو بذانا عدا ماشا ويحكو بذانا كل ما تحكيها أكثر راح تفرز شمع في بعض الأحيان أكثر شو راتفع ليسر بيها تتهيج المنطقة بتاعته وسيل الدفاع احنا من ننظف هذا ننطلع جزء القسم من عدة بره ونكون دافعين جزء اللاخ جوه بادي ما ندري في عمق الإضان نعم فلازم نتراجع الطبيب وتتعلمين تراجعين أو تراجعين أقرب مكان عليك ونقدم الخدمة إن شاء الله زي من عفو بس أكو واحدة صارها سالة تقريبا مزدودة يعني مو مشكلة ما تخوف لا أكو مشكلة لأن هذا ممكن هذا التجمع مال الشامع تضغط عطا بلا وتثقبها تفتميش شون يعني هذا يعتبر مثل جسم الغريب داخل يستمر بالضغط ويسويش مشكلة يعني عزيزتي أخذيها للبنية وراجعي بيها إضافة إلى سيداد السمع وضعف السمع ويسابلنا إن شاء الله حتى ما يسبب مشاكل لخها بالمستخدم شكرا الاتصال عزيزتي طبعا دكتور الاتصالات كلش أخطت وقت من أدنى كثير لكن الحمد لله وشكر قدارنا نغطي موضوع زراعة القوقعة العملية موجودة بالبلد متوفرة بالمجان سارعوا النصيحة أنه يراجعون الأهالي الكرام يراجعون من وقت نعم لأن تجينا حالات يعني عابرة المدة مالتة ولوما مراجعين أو قليلهم أنه مدفدة وحرامات الطفل فقد السمع إلى باقي تضعبطوا بكيت تبعاتها على حياتنا وإذا فتن إلى المتابعة بعد العملية إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور أنا حاضر بالعكس 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 نشكركم إذن مشاهدين الكرام إن شاء الله استفادتوا من حر حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا بالأسابيع المقبلة اشتركوا في القناة